اخواني اخواتي متتبعي قناة اهلا وسهلا بكم. اخواني اخواتي الان القناة توجد الطريق اموزار كتواجد بما بين اه جامع ديال بن موسى لكيتواجد في طريق اموزار وجيت كلينك السلام يعني جاية في الوسط هاد الشقة. هاد الشقة عبارة على سفلي طبق الارضي. الناس كي يبغيو طبق الارضي. الان مساحة كفيفرة وفصالة مزونة. لي بغاها خوتيرة كتواجد في طريق اموزار. يعني جاية في موقع رائع في مدينة فاس. الا وهو اه تبع الايت سقاطو. يعني ها كلينك السلام في ايت سقاطو. وهدي جاية قريبة اه الجامع ديال ابن موسى اللي كيتواجد في طريق اموزار. اخواني اخواتي متتبعي هاد القناة. الان كتشوفوا مع نا صالون وسيجور لانفروقين غير بتفريشة ديال الفراش او بالنوعية ديال القبز. يعني اللي فارقهم. هناك تشوفوا معايا اه سيجور زائد صالون بلدي. اه موضغن لعب على اه كل ما هو جديد. اخواني اخواتي هاد اه تشزئة هادي اللي معروفة بالكاميرات. يعني مزودة بكاميرات المراقبة. زائد الويدا ديالي اربعة وعشرين ساعة على اربعة وعشرين ساعة. وماكين محسن مسكنة احدى الجامع. هناك تشوفوا معايا بانا الصفلي عندو جوج ديال السراجم جاي اه على الاطلالة على دخيلة ديال الباب مني ندخلنا. يعني وكين الباركينج ديال التونوبيل بالاضافة خوتي اه كيف ما اقول لكم عنا الموقع مزيون وقريب الجميع المرافق. هنا استمتعناكم بهاد الصالونات المزيونين ومبهجين. قبلتنا كينت دخيلة ديال الباب الرئيسية مني ندخلنا. اه مباشرة مني كندخلوك البلصة ديال طبلا مونجي جاية مزيونة. وكل واحد كيف بغى يفرج على العلم انها تشقة هادي اخواني اخواتي اللي بغاها بالاتات اهلا وسهلا. واللي بغاها فارغة مرحبا واهلا وسهلا. اخواني اخواتي مستبعي هاد القناة هادي فيها تلاتة ديال البيوت زائد كين بيت في لا كور لداخل اه في مساحة ديال لا كور بالاضافة الكوزينة هناك تشوفوا معايا الغرفة الاولى ديال الوليدات مساحات كبارين ديال الغرف يعني اي تفريشة ديال نوامس فرشتها كاي اللي سباس الانسان فين يدير الوليدات تحتاجوا ديال نوامسات بالاضافة ان عندها صرجم كي طلع لا كور اه او اللي ابغا اخوتي اه يفرشها تفريشها قليصة بحكم ان هاد البيت قريب الا كوزين تيجي مزيون تيجي سيجور غزال وكي خلي الانسان هاد جيها هادي مجموعة يعني وكي تبقى دائما شوف فيها جميلة جيدة اختموا فاس كنشكركم جزيلا الشكر هنا كتشوفوا معايا الفصالة الاخرى ليجين جوج ديال البيوت يعني جوج ديال الغرف الغرفة ديال الوالدين اللي كتحتوي على دغيسينج اللي غتشوفوها معايا مجرد اننا ما كندخلو من الباب كالقاو دغيسينج كفيبر عاد الحمام وعاد البيت اه بالنسبة الشميشة غادي تسهولوني اه في الصباح كتجي مجيها ديال الاكور وفلاشية كتدر مباشرة لدخيلة ديال الباب هنا الحمام ديال اللي فيه البنوة وكذلك فيه الطوارد وفيه اخوتي الوضايا وفيه الافابو اه اخواني اخوتي هاد الموقع هادا جميل قريب حتى قريب اه الطريق عينشقيف قريب الشارع اه ابنو الخاطيف اللي كيتواجد على الطريق الرئيسية اللي كيهبطنا لطريق اموزان هناك تشوفو معايا اخوتي البيت اه ديال الوالدين من هاد الواجهة هادي وحتى الانسان اللي بغاها وبغا يعود لها صباغة يعني يدير بلوغو ديالو صباغة هي مازالة انقيقية يعني الانسان ما عنده ما يصلح فيها ولكن لا بغا يدير اه خوتي صباغة اه دي تعطي اضاءة واشتراقة جميلة جدا هنا تتشاهدوا معايا البيت اخواني اخوتي بلانسترسيون ديال التليفزيون ديالو كذلك ديال هدا البيت اللي كيتواجد تاني في قلب اه الشقة غادي تمشي وتشاهدوا معايا كذلك الغرفة التالتة اللي كتواجد في قلب هاد اه الشقة هذه اللي هي اه الطابق الارضي اه كانت طلعوا لها بدرجات يعني ماشي جاية منها الارض هنا يا كتشوفوا معايا كين حمام وكين بيت حمام ليقريب مباشرة الغرفة ديال الوليدات نتفضلوا معايا بتشاهدوا معايا حمام اخر ليفيه فاسك كبابر وفيه بنوار وكذلك فيه الطوارد جاي مزيون وكبابر خوتي عاد الاضافة البيت اللي جاي قريب له يعني قريب اللي عندكم اوليداتكم قريب لهم الحمام مباشرة كندخلوا عندكم هاد البيت الاطلالة ديالو على نفس الاطلالة ديال الصالونات كتشوفوا معايا بيت كبابر بالبلاكار ديالو هنا كتشوفوهم هاد الواجهة اه خوتي كانت منها انها ابتختموا فاسكن الى الاعجاب ديالكم وكتجيب لكم كل ما هو جديد في مدينة ديالو خشب اللي كيتواجد فضل الدار كاملة اه عود ممتاز يعني مش الله هاد سنوات ويا بني هاد هاد الشقة وما زال العود ديالو ناصح يعني ومزيون هنا كتشاهدو معايا الكوزينة الكوزينة خوتي اللي كتشوفوها معايا اللي فيها كدلي كان نوعياد لخشب هائلة من الفوق ومن تحت يعني كين بلاكارات من الفوق ومن تحت بالاضافة اللهوت بالاضافة البلاك اللي جاي انكاستخي جاي مزيون كين لانستالاتيو ديالو تلاجة وكين صرجم كبير اللي مدخل اه خوتي اه تهوية وكذلك الاضاءة الهاد كوزينة هنا كتشوفو ان هاد سيد هذا بحكم ان المساحة ديالو كورتنين وستين متر يعني تباك اللارة كبيرة قسم جزء لكور اللي دار هنا يا اه الانستالاتيو ديالو الصابون بالاضافة البلاكارات بالاضافة لانستالاتيو ديال شوفو وغطى النص ديالو من الفوق لحسب الشميشة ودار بيت جاي مزيون كتشوفوه معايا حتى هو مفرش بكليماتيزور ديالو وكذلك حتى بلانستالاتيو ديال تلفزيو اللي بغا يدير انسان فيه هنا يا تلفزا وكذلك خوتي كين الصرجم يعني ما غمقوش خلا الصرجم اه مفتوح تتشوفوه معايا تال انسان اللي بغا يقلس فيه اه يديرو بيرو ويديرو اي حاجة يديرو شي ولدات ولا تهو رحم جلج يعني ام صبوغ ما عندوش ريحة ديال البرودة ما عندوش وكين الصرجم ديالو ودار اه باب كبير لي جامع هاد اه هاد جوج ديال البيوت اللي كينين هنا اما التاراس كتشوفوها معايا خلال اسباس وخا يعني اه قسم هاد البيوت مضياش لكر شوفوش حال المساحة يعني الانسان كين فين غادي اه تعليقها فين غادي دباح الحولي كين تعليقها ديالو كين نشير فين غادي دير نشير وقدير هاد المحابق اللي جاي عبارة على اجليسة جاية ممتازة جدا والانسان عاوتاني فاش كياخد عاوتاني كي دير البصمة ديالو يقدر يدورها كاملة بدك تطبي ديال ديال القازوني تيجي بلاستيك تيجي عاطي منظر رائع وجامل ويدير اجليسة او يدير فين يلعبوه وليداتهم هنا خوتي شاهدو معايا هاد لكور الكفيفر هاد هاد الشقة جاي على طريق رئيسية لجاي في الظهر ديال اه كلينك السلام لي بغاها خوتي بغا يجي شوفها تمن ديالها هو ثمانين مليون يعني تمن البيع بس صرح صاحب هاد الشقة وم هاد المنبر كنشكره لسيد عائنا اننا نحط له هاد الشقة في القناة ديالنا المتوقع